السنوات الماضي تأخذوا قرار التربية بتصعيب الأسئلة ونطلب منهم أن يراعوا ظروف الطلاب صار فيه تقدم في الامتحانات وصار فيه انتحانة جدي وكويسة ومستوى مناسب للطلاب صارت الأسئلة يعني تجي مستوىها أصعب من أبي والله مفروض لأزاة شديد أكتر تركوها حالة وما مشها السلام عليكم مع اقتراب انطلاقة امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي يشكك البعض في موضوع حفظ الأسئلة وضمان عدم تسريبها والبعض الآخر يشكك في قلة إجراءات الأمان المتبعة بالإضافة لعدة أمور تتعلق بالعملية الامتحانية ونزاهتها فما صحة هذه الشكوك وما رد مديرية التربية على ذلك يجيبنا عن هذه الاستفسارات الأستاذ حمدو حجون رئيس دائرة التوجيه الاختصاصي في مديرية التربية حياكم الله استاذ الحمدو حياكم الله تحياتي لكم مع اقتراب الامتحانات نحن على بعد أيام من انطلاق العملية الامتحانية دائما ما يكون هناك استنفار دعنا نقول على أعلى المستويات بالعملية الامتحانية لا شك كثير من الأمور تتعلق بالعملية الامتحانية سأبدأ معك بعملية وضع الأسئلة الناس بدا تعرف موضوع انه انا ابني عم يقدم بسنة مصيرية يترى عم ياخد حقه فعلا بالنسبة لموضوع الأسئلة ما عم ينظلم موضوع تسريب الأسئلة قبل وبعد الامتحان وكثير من الأمور فضل استاذ حمدل بارك الله فيكم شكرا لكم على هذه الدعوة الطيبة وإصال الصوت صوت الشارع وصوت التربية لكل الأمرين أهلا بكم طبعا الامتحانات مما لا يخفى على أحد أنها خلاصة العمل خلاصة عمل مديرية التربية كلها تكمن في الامتحانات هي ثمرة الجهد هي أمل الغد لأبنائنا الطلبة لذلك لابد للمديرية أن تقوم من مسلمات عملية الامتحانات أن تكون هناك سرية للأسئلة وعوام الأمان وسرية مطلقة في هذه الأسئلة طبعا يمكن البدء أن أبدأ من مراحل سابقة ثم نصل إلى مرحلة العمليات إلى ما بعد مرحلة العمليات حتى وصول الأسئلة إلى الطالب طبعا المرحلة الأولى دائما نتعرف عليه أننا نطلب من كل مجمع من المجمعات نماذج امتحانية طبعا هذه النماذج ندرب فيها عليها ندرب المدرسين الموجهين أصحاب الكفايات نأتي بها لدراستها هذه السنة قمنا بعمل آخر فطلبنا من كل مدرس يدرس في شهادة التعليم الأساسي التاسع أو الثانوي بفروعه أن يأتي بنموذج للأسئلة يوصله للموجه الاختصاصي كل مدرس السبب ليش؟ السبب طبعا كل مدرس لابد أن يشارك في العملية الامتحانية هذا أمر مطلق على مبدأ أن رؤية خاصة يعني كل واحد له رؤيته مثلا حتى نأخذ أكثر من قدرات مدرس قد يكون هناك مدرسون أصحاب كفايات علمية وعالية جدا مع متحلون المجال أن يشارك في هذه العملية لذلك الأمر أصبح متاح لهم طبعا كل مدرس سيقدم نموذجا يسلمه طبعا المجمع التربوي هذه النماذج تصل إلى لجنة خاصة تشكل بشكل سري من قبل مديرية التربية لكل مادة لكل مادة تدرس هذه النماذج هذه اللجنة لها خيارات متعددة إما إعادة صياغة أو نسف هذا النموذج من أصوله أو اعتماد بعض الأسئلة منه هذه في هذه الفترة طبعا تشكل منها من خلال هذه اللجنة تخرج بعض النماذج هذه النماذج نحن نكلمها تسمى أحيانا بلجان المصغرة نماذج لجان المصغرة هي نماذج امتحانية وتدقق تطبع تجهز لكن هل تأتي في الامتحان هي نفسها؟ بالتأكيد لا هذا الأمر له مراحل أخرى هذه تكون موجودة عندنا كبنك بس لحظة أستاذ حمدو أنه معناته أنا وقت لها النموذج اللي طبعته نموذج 2-3 4-5-6-10 تمام تمام هل هذا معناته وسيلة من وسائل الأمان أني أنا ما أعتمده؟ تمام حتى ممكن صار ما صار أنه أنا في عندي احتياط احتياط هذا الأمر ما أعتمده تماما فنحن في المرحلة الأخرى المرحلة التالية هي مرحلة العمليات غرف العمليات طبعا المرحلة هنا الخطورة الأساسية وهنا مكمل الأمان بكل ما فيه طبعا المرحلة الأولى فيها أمان دراسة النماذج اللجنة السرية لا تعرف المرحلة الثانية الآن مرحلة اعتماد النموذج الأساسي المرحلة الثانية هي المرحلة طبعا الأساسية خليني أحكي عن إجراءات الأمان بالنسبة لموضوع أنه شو إجراءات تتخذوها الحفاظ على المدرسين الناس اللي بدأت تحطي الأسئلة تكتم على أسماء هون هالأمور هاي تمام هذه الترشيحات تأتينا هذه الترشيحات طبعا من جهات متعددة الأسماء موجودة لا يعلم بها إلا ما رشحها لكن عندنا بنك من الأسماء من أصحاب الكفايات العلمية من أصحاب الاختصاص لكل مادة طبعا هذه لا أحد يعرفه حتى صاحبها لا يعرفه يعني لا يعرف فلان أن اسمه قدر الشح على الإطلاق طبعا تأتي في فترة العمليات قبل المادة بيومين بيوم أو يومين حسب كل مادة نعيد الفترة طيب قبل المادة مرحلة الأخيرة قبل يوم أو يومين قبل يوم أو يومين بعض يعني ربما قل una يتم инт生 مثلا موة مثلا قبل شهر أو شهر لا 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 أبدا هذه مراحل النماذج السابقة وبدراستها ولجال مصغرة وغيرها وهو وهو هذه في المرحلة الأولى هذا بدي أرجع أنه قبل يوم أو يومين أكد على أنه كمان أسلوب أمني على مخفارها تماما حاليا نحن رح نركز في هذا الجانب طبعا السرية والأمان في هذا الجانب هو المطلق في هذه الفترة طبعا الأسماء موجودة عندنا أسماء كثيرة لا على التعيين قد يكون هناك لكل مادة عشرون ثلاثون أربعون من أصحاب الكفايات يتم اختيار من قبل اللجنة العليا الامتحانية يتم اختيار بضع أسماء يتم التواصل معهم على الخاص باتصال مباشر من أجل الاتيان إلى مكان محدد يتم تحديد مكان غير مكان غرفة العمليات لا يعرف أين غرفة العمليات يأتي إلى مكان محدد طبعا هنا نركز على هذا المدرس أنه أنا عليه أن يأخذ بكل إجراءات الحفاظ على الاتصال أو أنه أين ذاهب طبعا أيضا طيب لا يخبر أحد عدم إخبار الناس وإن حدث وسمعنا أن أحد أخبار تضمن وإنتم ما يخبر إن سمعنا أن أحد أخبار فماذا نفعل طيب ما سمعنا مثلا يعني أستاذ هون المشكلة عم تصير أنتو بدي إجراءات أنا أتأكد لي أنه هالشخص إجا موثوق مية بالمية طبعا نحن من الأصل من الترشيحات في عندنا معايير للمرشح من معاييره أنه يكون من أصحاب الثقة ما هو متعرف عليه أنه إنسان موثوق به طبعا من أصحاب الكفايات العلمية على كل حال طبعا بس لحظة أستاذ أحمده حتى لا يعني البعض يأخذ علينا ما أخذ من أخواننا المدرسين أكيد كلاتهم زملائنا ونشكر جهودهم لكن نحن نتحدث بالعموميات بالمطلق من حق الناس أن تحرص على أن تكون عملية امتحانية نزيهة جدا حتى لا البعض يقل أنه والله أنتوا تشككوا بنا أو كذا لا نحن نتحدث بشكل عام بشكل عام طبعا في الأصل بشكل عام يأتي المدرس إلى مكان محدد يتم إيصاله بسيارة خاصة إلى غرفة العمليات مجرد الدخول داخل غرفة العمليات يجرد من كل وسائل التواصل فليس هناك تواصل مع أحد على الإطلاق الآن المهمة اللي قادم عليه هو مهمة وضع الأسئلة وضع الأسئلة تماما كم مدرس أو كم طبعا واحد من المدرسين قد يكون ثلاثة أو أربعة لجنة لجنة طبعا لا يكون فردي هذه اللجنة من؟ ما أحد يعرف الآخر لا أحد يعرف الآخر على الإطلاق طبعا لا يعرفه قبل أن يأتي داخل الغرفة قد يعرفون بعض وعض تماما فدخلوا داخل غرفة العمليات في غرفة العمليات يجرد من كل وسائل التواصل مجرد الدخول تمام ويغلق عليه يعني إغلاق كامل فلا يكون هناك تواصل شبه السجن يعني أقول؟ هو السجن علمي تماما تماما فيغلق عليه حتى لا يتواصل مع أي شخص من الأشخاص خارج هذه الغرفة على الإطلاق يمنع عليه التواصل هو مكفي من كل شيء كل ما يريده موجود أمامه تماما كم تستمر هذه العملية؟ قد تستمر في بعض المواد حسب المادة طبعا عندنا مواد قد نحتاجه لأن ينام عندنا ليلة أو ليلة أو طبعا أقلها ليلة أقلها لحد الأدنى ليلة واحدة ليلة واحدة طبعا يأتي مثلا ساعة العاشرة صباحا يستمر في غرفة العمليات داخل غرفة العمليات قد يكون لليوم الثالي تكون المادة طبعا في بعض المواد خفيفة نعمة في اليوم الثالي بعد أن ينتهي نصف الوقت حتى يفرج عنه أو حتى تنتهي المدة كاملتا تماما طبعا بعض المواد قد ينام ليلتان ينام عندنا ليلتين طبعا يأتي في أول يوم ينام يبقى اليوم الثاني ينام في اليوم الثالث المادة تمام هنا إجراءات يعني ربما البعض لأول مرة يسمع بها أنه موضوع الأسئلة يوضعها كذا تم لا إجراءات إذن إجراءات مشددة مشددة إلى أبعد حدود يمنع دخول أي شخص إلى غرف العمليات تمام من دخل لا يخرج طيب بالنسبة للإجراءات بعد الأثناء العملية وكذا سنتحدث عنها في عمدي استطلاع حاليا مع أهلنا بالشمال المحرر حول الموضوع العملية الامتحانية شو رأيك بالامتحانات اللعب الصير بالشمال المحرر في السنوات الماضية؟ كامتحانات سنوية بظن من 2021 فما فوق لامتحان الطالب بكالوريا صار فيه تقدم في الامتحانات وصار فيه امتحانات جدي وكويسي ومستوى مناسب للطلاب أما من 2021 فما تحت بالنسبة للطلاب البكالوريا بعتقد ما كان هالامتحان لشغلي كبير يعني أو بناسب بأعداد الطلاب اللعب تقدم في المحرر بالنسبة للامتحانات من ناحية الأسئلة هي بتتناسب مع جميع طبقات الطلاب أسئلة متميزة أسئلة بسيطة بحيث نتناسب مع جميع طبقات الدراسة للطالب طيب رأيك عبصير في تسريب الأسئلة؟ بحياة أنا الجامعي وطول دراسة الخمس سنوات ما صار أي هيك شيء بالنسبة لتسريب الأسئلة وهي المواضيع والله يعني موضع متوسط يعني لا في صعوبة ولا في سهل الأمور تمام يعني ومنحس المراقبة ممتاز يعني ما في تسريب أو غش أو كذا ممتاز يعني في مستوى الأسئلة أو أقبال الطلاب وما بعرف إذا بتشوف حتى كل سنة يعني سواء على نتائج البكالوريا يعني الحمد لله في أقبال من الطلاب يعني سواء في المجمية سواء في التقديم يعني الأمور جيدة الحمد لله طيب رأيك أبصير في تسريب الأسئلة حتى مثلا فيها النجاحات أو شو؟ لا لا ما في موضوع أنه موضوع تسريب الأسئلة وتسريب الأسئلة لا ما أبصن يعني لا في الجامعات ولا في البكالوريا يعني بالشهادات نهائية موضوع تسريب الأسئلة ما قط أنه أنا يعني مخبرت في هي الشهادة أو سمعت عن هيك شيء يعني هائيا السنوات الماضي تأخذوا قرار التربية بتصعيب الأسئلة ونطلب منهم يعني يراعوا ظروف الطلاب والتهجير اللي صار ويراعوا ظروفنا يعني تمام كله تمام إن شاء الله يعني أسئلة جيدة في بعض السنوات كان أسئلة صعبة بعض السنوات أسئلة سهلة يعني حسب كل سنة أسئلة مراقبة ممتازة يعني ما في غش ما في هذا إلا نادر طبعا ما تصير هيك شيء يعني جيدة نوعا ما هلأ يعني من 2021 وبعد اختلف مستوى الأسئلة من ناحية يعني كافة العابي خدمه انتحانات تواصع بكالوريا وجامعات صارت الأسئلة يعني تجي يعني مستوها أصعب من قبل يعني قبل مثلا كان مما كان مثلا يدرس يدخل طب يدخل كزا وهلأ حاليا كمان في وضوع رفع المفاضلات يعني صار زيادة يعني برأيك الإجراءات اللعب تقوم فيها تربيه كافي ولا بدها تشديد أكتر والله بالنسبة للإجراءات عب تصير زيادة يعني لسهم في يعني تشديد زيادة حتى والله مفروض لا تستشديد أكتر يعني لا تركوها حالة وما مشها يعني شوية الطلاب بتلاقي فرصة بسرق وتعب غيرهم يعني بالرقابة لا حاليا بالنسبة للطالب في الجامعة الرقابة ممتازة أكتر من هيك يعني صعب بصير رقابة يعني ثلاث مراقبين في القاعة يعني كويسي المراقبة كويسي يعني حلق بالنسبة للعداد لا بصير هون في المحرار لا لازم يصير فيه تشديد أكتر يعني اليوم مثلا لنا داش ألف طالب باكالوري عن الماعي بيقدمه في البقعة الصغيرة فلازم أنا بأعتقد أنه يشدد الأمور ويجيبه شيء جديد يعني بالعودة إليك أستاذ حمدو يعني للأمانة لاحظنا البعض يشيد بالعملية الامتحانية بنجاحها يعني الإقبال الكبير على الامتحانات لكن لفت نظري أحد الإخوة يعني يتحدث عن موضوع صعوبة الأسئلة بالعام الماضي يتحدث أنه صدر قرار يعني مدارية التربية كيف تعلق على هذا الموضوع طبعا ليس هناك قرارات تصدر بصعوبة الأسئلة أو بسهولة الأسئلة طيب ولو كان قرار داخلي ممكن يعني ممكن نكون هذا الأمر أنه مثلا توجيهات بأنه رفع مستوى صعوبة الأسئلة نحن لو خذنا صورة عن واقع الأسئلة بشكل عام الواقع الأسئلة هو واقع شمولي للمادة بكل ما فيها يجب أن يحقق الطالب مجموعة من المهارات هذه المهارات ستأتي بشملية المهار فما هو صعب عندي قد يكون سهلا عندك وما هو صعب عندك قد يكون عندي متوسطا فهذا الأمر في نهاية المطاف الطالب سيحقق مهارات الأسئلة من المنهج صحيح أحيانا سمعنا أو نسمع أن الأسئلة من خارج المنهج الطالب ليس هناك سؤال من خارج المنهج أو من داخل المنهج لأن السؤال على طريقة سؤال المنهج فبأمر بسيط جدا يعني ونفرض لو جئنا في اللعبة العربية إن قلنا قال أحمد أو قال سعيد أو جاء سعيد ما الفرق في إعرابي كلمتي مثلا أحمد أو سعيد فكلها واحد بدي طرق لنقطة يعني شيء يا قود إلى شيء السنة الماضية حصل إشكالية بمادة الرياضيات أنت تذكر هذا الأمر بغض النظر عن طبيعة الإشكال وكذا السنة بدنا يعني نطمح لأن يكون عملية امتحانات ما يصير أي إشكال فيها لا بالرياضيات ولا بأي مادة أخرى إن شاء الله حتى في الرياضيات يعني الإشكالية ما هي إشكالية أتحدث عن طبيعة الإشكال يعني سواء بسيطة أو عميقة أيا كانت لكن تعلم البلبل اللي صارت على مواقع التواصل والإعلام يعني تماما الأسئلة لم يكن فيها إي شيء على العكس تماما حتى أصحاب الاقتصاص والكفايات لما تم طلب منهم القدوم إلى اجتماع معين أكدوا أن الأسئلة كانت ممتازة أما طبعا الحديث الرياضيات مادة ثقيلة على طالب الثالث ثانوي العلمي بشكل عام هي مادة ثقيلة أثقل مادة عند الطالب فعليا لكن طبيعة الأسئلة كانت ممتازة وجيدة جدا حتى ليس فيها أي شيء طبعا ما قيل أو قد يقال كما ذكرت طبعا نقول مثلا هذا السؤال ليس من المنهاج والأصل طبعا فقط الحفظ البصل في الرياضيات هناك حفظ البصل مسألة تأتي كما هي بحرفيتها دون تغييرها أي رقم أو أي شيء طبعا هذا الأمر لن نستفيد بالمشارة حول هذا الموضوع أستاذ لكن الأمر إن شاء الله ما أخذ بعيد الاعتبار أن يكونك دقة عالية فيها هذا يعني أملنا إن شاء الله دعني أعود للعملية وضع الأسئلة وبعجالة يعني لو نتحدث عن غرفة العملية التي تتحدث عنها إلى أين وصلنا وصلنا في المرحلة التي دخل إليها دخل إلى غرفة العمليات من كلفوا بوضع النماذج الامتحانية طبعا الاتصال كان بشكل سري على الخاص مع كل المدرس من المدرسين تأكيد عليها بعدم إخبار أي أحد الوصول إلى غرفة العمليات في الأصل لا يعرف أين غرفة العمليات تكون هناك محاسبة إذا تم الشك بأنه صار في تسريب أو شو الإجراءة لي عندكم طبعا تسريب الأسئلة هذا أمر منفي تماما الأمر الآخر نضع احتمال هذا منفي ليس هناك أي احتمال الاحتمال صفر ولا واحد بالمليون ولا واحد على المالي النهاية على مسؤوليتي الأستاذ على مسؤوليتي الحمدو حجون تماما حتى للتأكيد على نقطة بسيطة جدا غرفة العمليات غرفة العمليات تم ضبطة حتى أي فارغ ضمن الأبواب تم وضع أشياء لاصقة حتى فيها يعني بدقة لا متنهية طبعا واحد على مالة نهاية إن شاء الله هذا الأمر أكيد طبعا ليس هناك أصلا أي شك يعني إن شاء الله هذا أملنا يعني أكيد طبعا دخلوا إلى غرفة العمليات دخلوا لهؤلاء المدرسون أو أصحاب الكفايات إلى غرفة العمليات ألغوا أو تم حجبهم عن كافة وسائل تواصل خارج هذه الغرفة تأتي النماذج التي تحدثنا بها سابقا النماذج اللجان المصغرة تأتي لكن بفكرة محددة للاستئناس للاستئناس تم اعتماد النماذج الأساسي النماذج السابقة لم يعتمد أي شيء حتى الآن الآن أتينا بهذه النماذج السابقة نستأنس بها يستأنس بها هذه اللجة تستأنس بها لكن لا يعني أن تأخذ منها قد تلغي كل هذه النماذج هي مخولة هذه اللجنة مخولة بوضع نماذج امتحانية جديدة كل الجدة طبعا هي مخولة بكل شيء في وضع الأسلام يعني المدرس اللجنة ممكن يحط نموذج يعني هو خاطر بباله ما يتقيد بالنموذج المحطوط تماما نماذج سابقة يعني لا يفرض عليه نموذج جمعية لا يفرض عليه على الإطلاق هذه النماذج تسمى فقط للإستئناس فقط لكن يمكن من الأصل هذه نقطة مهمة لأنه البعض ربما يقل لك أنه جبنا مراقب وفرض عليه نموذج معين على الإطلاق تماما إذن هي فقط للإستئناس فقط اللجنة تجتمع قد تقول اللجنة أن لا أريد هذه النماذج أبدا تلغط مستوى أسئلة غير شامل مستوى أسئلة مثلا يعني مو مناسب قد لا تنظر إليها قد لا تنظر إليها من الأصل تقول لا أريد نماذج للإستئناس هذه اللجنة هي مخولة بوضع النماذج النهائية تضع ثلاثة نماذج كلها قد تكون نموذج ابتحاني معتمد يوضع كل نموذج بعض طبيعة طبعا تكتب ويتكتب على آلات مسحوبة منها الواي فاي البلوتوس وغيرها وكلها على الإطلاق يعني حجرية فقط برنامج الورد الموجود جميل لا أكثر طبعا كتبت طبيعة نسخة من كل نموذج وضعت في مغلف مغلفات متشابهة ثلاثة نماذج ثلاثة نماذج تكتب تضع في مغلفات متشابهة ومغلقة بإحكام من اللجنة العليا تم اختيار لعلى التعين طبعا أمامه ظروف اختيار نموذج هذا طبعا داخل غرفة العمليات تم اعتماده ليلة المادة ليلة المادة طبعا من يختاره يعني أنه ما يصير أي فرصة لحتى أنه تسريب أو لعب أو كذا بهذا الأمر حتى من يختار النموذج طبعا يسحب النموذج هو داخل غرفة العمليات لا يحق له للخروج ولا الدخول ومقطوع التواصل تماما هذا النموذج هو المطلوب طبعا المدرس نفسه أو اللجنة التي وضعت الأسئلة لا تعرف أي نموذج جاء طبعا قبل هذه المرحلة قبل كتاب أو وضعها في داخل المغلف أنه يأتي بمدقق علمي ومدقق لغوي أيضا للمادة ضروري ضروري كما أيضا يكون داخل غرفة العمليات ومغلق عليه تماما طبعا من يأخذ هذا النموذج يسلم إلى غرفة الطباعة في غرفة الطباعة هناك موظفون خاصون في غرفة الطباعة يكونون قبل البدء بالطباعة في ليلة المادة طبعا موجودون تأكدون من سلامة الطابعات ناسخات يتأكدون من العمل من كل شيء يصل هذا النموذج لا حلقة لهم إلا بطباعته يطبع لكل مركز عدد محدد من الأوراق يوضع في مغلف أسود ويقام طبعا بإغلاقه بإحكام بساطة آلة لحام لحام لليون مركز كل مركز بحسب عدد الطلاب أمور منسقة تماما يوضع هذا المغلف الأسود أيضا داخل مغلف آخر أبيض شفاف أيضا يغلق بإحكام بوساطة آلة لحام البلاستيك أو النيلون توضع النماذج كل مجمع في صندوق حديدي مقفل مرسرس ترصيص تماما طبعا في صباح المادة تتم إرسال هذه الصناديق إلى المجمعات قبل أن أتقل للمجمعات ليلة الامتحان أنتم تتواصلون مثلا مع وزارة الداخلية لتأمين هذه الغرفة غرفة العمليات أم لا أحد يعلم إذا هناك غرفة عمليات بالأصل لا هي مؤمنة هي مؤمنة سابقا من قبل مثلا الجهات أمنية الجهات أمنية هنا السؤال يعني بأجل يعني التأمين أكثر مؤمنة لأنه هذا الشخص بالنهاية الشخص ممكن يخاف على حاله أنه أنا وضع أسئلة كذا هي غرفة العمليات نوعا ما سريانة تكون وأيضا مؤمنة يعني إجراءات الأمان فيها مأخوذة بعين الاعتبار بقوة تماما حتى نقل الأسئلة تكون بأعلى درجات الأمان الآن وضعت الأسئلة ضمن صناديق مغلقة محكمة عملية نقل الأسئلة وتوزيحها على المراكز طبعا هنا ستنقل من غرف العمليات بسيارات مخصصة لها مع كافة إجراءات الأمان وبأعلى إجراءات الأمان تعاون مع وزارة الداخلية تعاون مع وزارة الداخلية أكيد طبعا إجراءات أمان عالية جدا لوصول هذه الصناديق إلى المجمعات تصل للمجمعات في صباح المادة يوم المادة تمام ومن ثم في المجمعات تفتح صناديق من قبل المجمع تنقل المغلفات في حقائب لتصل إلى المراكز داخل المركز تسلم رئيس المركز عند البدء بالامتحان يبدأ فتح المغلفات والتأكد من سلامة المغلفات أنها ما زالت مغلقة كلاها مغلقة الأبيض والشفاف والأسود في قاعة كل يوم في قاعة مختلفة أمام الطلاب وبحضور رؤساء القاعة لا تفتح إلا بهذه الطريقة تماما بدي أنتقل معك بعجالة وبنقاط يعني محددة ويعني سرقنا الوقت حقيقة أستاذ أحمده موضوع وضع المراقبين وموضوع النزاهة بوضع المراقبين موضوع خليني سمي القرابة أنه وضع مراقب ضمن مركز بعض المراقبين يتعمد هذا الموضوع مديرية التربية حريصة على التدقيق على هذا الأمر تماما أستاذ هذا أمر أكيد يعني هذه السنة تم اختيار المراكز أو البرنامج الامتحاني في يوم للسنوي وفي يوم للأساسي قصد من ذلك كان هو تقليل عدد المراكز اختيار الأفضل اختيار المراقبين اختيار أفضل رؤساء المراكز لهذا الأمر حدث عن نوضوع القرابة فقط مركز على نقطة القرابة هذا الأمر طبعا أنه أنا ممكن يعني قديما قديما أستاذ حمد أنت بتعرف أنه قديما مثلا ابن حلب يراقب مثلا بمنطقة بعيدة يعني ما في قرائبه إطلاقا اليوم كل أبناء المحافظات أصبحت بمنطقة واحدة أصبحت بقعة جغرافية ضيقة فهذا الأمر أنتو اشتغلت عليه ولا لا هناك إجراء آخر داخل المركز في أول يوم قبل البدء بالامتحان هناك اجتماع في المركز الامتحاني يقوم رئيس المركز بإبلاغ المراقبين بأسماء كافة الطلاب الموجودين والطلاب كافة فيقرأ أسماء الطلاب المراقب ثم يوقع على تعهد بأنها لا قريبة له في هذا المركز في حال تم اكتشاف بعدين يعاقب يعاقب المراقب تماما جيد طبعا يوقع هو تعهد منه أن لا أقارب له هذه ورقيات خاصة بالمركز البعض البعض نعتبر شكليات شكليات طبعا إنك تشاف فلا يمر الأمر مرور للكرام دقرة الرقابة سيكون له عمل فيها تماما والغلط الامتحاني طبعا لا مسامحة فيه بدي انتقل كمان بنقطة عاجلة يعني موضوع الغش بالامتحان موضوع الإجراءات خليني سميها التأديبية البعض عم يعاني عم يقل لك أنا جهد عام كامل يعني أنا عم أخذ علامة لأني درست الحمد لله رب العالمين عم يجي طالب تاني ولا درس إطلاقا عم يأخذ نفس العلامة موضوع الغش وموضوع وسائل الغش وكذا موضوع محاربة هاي الأمور مديرية التربية الإجراءات اللي عم تتخذوها طبعا إن شاء الله واختيار الرؤساء المراكز ومناء السر بدقة وبعناية إضافة للمراقبين يساهم في ضبط هذه العملية بشكل كبير جدا إضافة إلى ذلك العقوبات الامتحانية شديدة للغاية يعني قد تصل إلى حرمان دورتين أساسيتين العقوبات الامتحانية طبعا أي خلل امتحاني لا يمكن أن يمر دعنا أن نوضح النقطة ليس قساوة وإنما هذا سرق الجهد الآخرين هذا الأمر العقاب ليس قساوة من التربية على الإطلاق هذا الأمر من يدرس هو الذي سينال تماما أما من يأتي ليغش فلا ما كان للغش بيننا في الأصل والغاية الامتحانية طبعا العملية الامتحانية حتى نصل بشهادتنا إلى ما نصب إليه حقيقة يجب ضبط هذه الأمور وإلا لكانت شهادتنا لا قيمة ضروري أكيد هذا برسمكم إن شاء الله إن شاء الله بتعاون مع الجميع ومعكم إن شاء الله ونتمنى أن يكون الإعلام حاضرا بقوة في العملية الامتحانية حتى نصدر العملية الامتحانية كما يجب إن شاء الله أكيد نجاح العملية الامتحانية ونجاحنا جميعا أكيد إن شاء الله أشكرك الأستاذ حمدو حجون رئيس دائرة التوجيه الاختصاصي في مديري التربية على هذا اللقاء بارك الله بكم بارك الله بكم شكرا لكم لهذه الفرصة الطيبة حياكم الله شكرا لكم شكرا لكم أنتم متابعين انتظرونا في حلقات قادمة لكم الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم